استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صغر القاسم عضو المجلس العلى حاكم رأس الخيمة اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صغر القاسم ولي عهد رأس الخيمة استقبل سمو الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن الإمارة وذلك في قصره بمدينة صغر بن محمد وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 أن تجربة الإمارات البرلمانية تشكل امتدادا لتقافة مجتمعية بدأت مع مجالس الحكام وعلى رأسهم المغفور لها اللهم بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الانهيان وشيخ صغر بن محمد القاسم طيب الله ثرهما والتي كانت مقصدا للتشاور وتناول القضايا التي تمس المجتمع من كافة جوانب حتى جاء المجلس الوطني الاتحادي بشكله الحالي والذي حظي بدعم كبير من القيادة الرشيدة التي سارت على نهج الأباء ودعمت التجربة البرلمانية ترجمة نانسي قنقر